بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قالدين فيها قالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا وهوى العزيز الحكيم وهوى العزيز الحكيم طلق السماوات بغير عمد ترونها طلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه ويعظوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغض من صوتك وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فخور في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام لحرم ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطر وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطر وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو وإذا وشيهم موج كالظلل لدعوا الله مخلصين له ومن هدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَهُ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَهُ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْتُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْتُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْتُمْ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتِ وَمَا تَدْرِي نَفْتُمْ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله تَهْمَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ